صح 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 ماردنا آه يعني أنا اتشفت مؤخرا بأنه الإبداع والابتكار ليس له حدود كل إشي ممكن يوصلنا على باب البيت بس أنك توصل للمول اللي عندي وبكبسة زر تخليني قادرة أشتري وأدفع وطبعا ضمن أكيد مواصفات ومقاييس عالية جدا بحياتي ما تخيلتها الكلاينت الوحيد اللي شعرت بالغيرة من فكرته هم مارتكس قلت لهم يا بي لو أني أنا اللي فكرت بالفكرة قالوا لي ستناديا بدها راسمال كبير قلت لهم ولي نقزت نقزت اليوم معانا مقابلة استثنائية طبعا اليوم بيسعدنا ضمن هاي الفقرة لستضيف السيد صبحي سلام المدير التنفيذي وصاحب فكرة مارتكس هالمول الإلكتروني الرائع واللي احنا صلنا فترة عم نحكي عنه ضمن صح صح وزي ما قلت لك مستر صبحي تحت الهوى بأنه احنا شخصيا مؤمنين بهاي الفكرة وواثقين بمصداقيتكم ولأننا قعدنا كتير وحكينا كتير عارفين قديش بالفعل هذا المشروع فيه شغف وفيه مصداقية وفيه جدية بداية بدنا نسألك عن القيمة الحقيقية لمايتكس طيب يعني أنا بدي أشكركم جدا الله يخلي وبدي أصبح على كل المستمعين احنا يعني القيمة الحقيقية بصراحة هي في هذا المول الإلكتروني بأنه لما أحمد اللي عايش في الرياض عم بطلب جروسيري بشكل أسبوعي لأهله لأبوه أمه الكبار اللي عايشين في عمان وعم بيوصلهم الجروسيري اللي عم بيطلبه إلهم لباب بيتهم لما شخص تاني ساكن في مكة المكرمة مثلا فيه مهندس موجود في مكة عم بيطلب هدايا الهدايا هاي بيبعثها لبيته بيبعثها لمرتو وبيحدد إنه أنا بدي إياها توصل مثلا قبل الساعة سبعة وقبل الساعة ستة بيبعث بوكي ورد لمرتو اللي اليوم عيد ميلادها شو حلو هون القيمة الحقيقية لمرتكس لما شخص عايش في إربد وعم بيشتري من المحل اللي بيحبه في جبل الحسين هاي القيمة الحقيقية لمرتكس لما شخص تاني عايش في جرش والشخص هذا عم بتبضع كل الأدوات الكهربائية والإلكترونيات اللي بيحتاجها لبيته من الشركات التجارية اللي بيحبها في عمان برضو هون بتكمن القيمة الحقيقية لمرتكس أنا اللي بحكي إنه في النهاية إحنا لما نعمل أي فكرة جديدة أو أي شيء جديد ينعمل في العالم لو هذا الشيء الجديد إلو فعلا معنى لو هذا الشيء عم بيغير حياتي بشكل إيجابي إذن أهلا وسهلا في هذا التطور أما لو هذا الشيء مش عم بيغير حياتي ومش عم بيضيف قيمة حقيقية لحياتي إذن أنا مش محتاجه صح فعشانيك إحنا دائما لما نحكي للناس عن تطبيق مارتكس نحكي لهم لو شعرت بالقيمة الحقيقية لهذا الموضوع فحمل التطبيق ونزله على موبايلة لو اليوم أنت لسه مش شعر أنه هذا الشيء مهم بالنسبة إلي إذن أنت لسه بدري لسه بجوز أنت بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر تشعر بأنه فعلا إليه قيمة حقيقية في حياتي فأنا رح أبدأ أني أستخدم يعني إحنا معك مليون بالمئة مارتكس لكل الأشخاص اللي محملين هذا التطبيق وإحنا ندعو من خلال شاشتنا ومن خلال إذاعتنا تحملوه هلأ اكتبوا مارتكس بالعربي بطلع لكم التطبيق بيغير لك لايفستايل بيسهل حياتك بيخليك تستفيد من مجموعة من العروض والخصومات بيأسألك سؤال هيك بس على يعني جانبي يمكن مش موجود الإيمان بالفكرة قديش مهم الإيمان بالفكرة حضرتك كنت أشغل منصب مهم جدا في شركة مهم جدا قررت أني عمي أنا بدي أعمل تطبيق مارتكس ودرست السوق الأردني وإلى آخره وكذا وأنتم رح تتوسعوا إن شاء الله أيضا بسعودية وبغيرها من المناطر كيف آمنت بالفكرة وكيف إيجاتكم هو يعني أساس الفكرة هو إحنا يعني زي ما تفضلتي أنا كنت من فترة طويلة عبر تقريبا واحد وعشرين سنة نعم بشتغل في أكتر من شركة عالمية منها بآي بي أم مايكروسوفت إنسي آر خيالي شركات كثير اشتغلت فيهم نعم وآخر فترة آخر خمس ست سنوات كنت إنوفيشن ليدر في آي بي أم ميدل إيست ناد أفريق ماشاعد اللي عمل اللي صار إنه إحنا عم نشوف تطور التجارة الإلكترونية اللي ماشي في العالم بشكل كبير جدا طيب هذا التطور هو من ناحية عم بيفيد الناس بشكل أو بآخر ولكن لو تيجي تطلع على كل الريتيلرز اللي هم محلات والشركات اللي موجودة على الأرض المحلات والشركات هاي اللي منهم بجوز صر له عشر سنين أو خمسة عشر سنة عم بيأسس في هالبراند نين تبعه طيب هذا شو رح يصير فيه هل التجارة الإلكترونية لما تزيد هذا الشخص مطلوب منه إنه يروح مطلوب منه إنه يسكر التجارة الإلكترونية عاملة هي زي القطار اللي ماشي بسرعة القطار هذا كل التجار التجزئة اللي موجودين اليوم على الأرض هما عندهم ثلاثة خيارات الخيار أول إما إنه بدك تنطج والقطار هذا ما عندك حالة بدك تواكم الخيار الثاني إني أنا أهرب أهرب يعني خلص أنا أحمل حالي وأطلع وأسكر وأنسى كل شيء طبعاً والخيار الثالث إنه القطار رح يدعسني هذا خلص أنا رح أنتهي لما أهرب ممكن أهرب تدريجياً بس لما القطار يدعسني خلص رح يتراح ففكرنا إحنا في هذول الشركات التجارية ومحلات التجزئة نعم قلنا طيب لي ما نعمل إحنا طاقة أو خلينا نحكي شباك لهذه المحلات إنهم يواكبوا يواكبوا التجارة الإلكترونية زي ما أنت بتحكي إنه هالمحلات أو هالتجارة الإلكترونية عم بتهدد مبيعاتي اتفضل اطلع ونافس اطلع وبيع أونلاين اطلع واعرض منتجاتك انضم إلى السرب نعم نعم طيب هلأ عشان ينضم ممكن واحد يسمعني يقولك طب أنا بنضم ممكن أعمل إلي ويب سايت ممكن أعمل لي صح بشكل مستقل ومنفصل نعم فأنا بحكي له أنت اليوم أنا لو عندي موبايل بنباع بالسوق بألف دينار ورحت أنا وقفت بصحراء قلت هذا الموبايل يا جماعة الخير بعشر دنانير مين رح يشتري مين رح يسمعني أصلا بديك منبر بديك بلاتفورم بديك بلاتفورم طبعا بدي مول بدي شارع مش عم بدخلوا عشر أشخاص كل يوم والعشرة إلي كلهم لأ بدي مكان بدخلوا مئة ألف شخص كل يوم وما بدي مئة في المئة بدي عشرة في المئة من المئة أنا أحسن من المئة شخص اللي بيمر أو العشرة أشخاص فزائد إنه قديش رح يدفع مصاريف على التكنولوجيا كم رح يدفع مصاريف تسويق كم 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 فكل هاي الأشياء إحنا بنحكي لكل الشركات التجارية والتجار ركز على الكور بيزنس تبعا ركز في شغلها تخصص وإترك التكنولوجيا علينا إحنا عم بنوفر لك كل إشي عم بنوفر لك يعني مارتكس لسه اليوم الرودماب تبعتنا كبيرة جدا في مارتكس إحنا اليوم عنا الرودماب أشياء رح نضيفها في موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هو رح نضيف أشياء في الإنترنت الأشياء فعنا الرودماب طويلة رح يستفيدوا منها الناس والتجار والشركات التجارية بشكل كبير جدا ما شاء الله صراحة أستاذ صبحي بدي أحكي لك شغلتين في مرة شخص ريادي قعدنا معه أنا وناديا فسألنا كيف تنازلت عن منصب مهم وراتب ثابت مقابل حلمك قال أنا كنت عم بحقق حلم غيري فقررت أنه صار الوقت أني أحقق حلمي أنا وبتوقع أنه هذا اللي صار مع حضرتك أيضا والشغلة الثانية كثير ضروري أنه نعزز ثقافة التخصص بها الأردن إحنا منفكر أنه طيب والله مارتكس عملوا مول أنا اليوم عندي محل هلا بعمل وابسايت شو بدها خلينا نعطي الخبز لخبازه في ناس تخصصهم الآي تي والتكنولوجي والتطبيقات فهم رح يدعموك هم رح يساعدوك أكتر في نقطة كتير مهمة لعزم نحكي فيها لأنه هاي بتهم الناس بتهم اليوزرز للتطبيق كيف ممكن مارتكس يساعدني اقتصاديا يعني أنا اليوم بدي أروح أشري أعمل مثلا جروسيري شوفينج مواد تموينية أجهزة كهربائية ليش بدي أزور مارتكس وما أروح المكان اللي أنا متعودي عليه طب هلا هو مارتكس عم بيساعدني اقتصاديا واجتماعيا مش بس اقتصاديا نعم لأنه عم بيوفر لي سوري صحة مارتكس عم بيوفر لي أولا كل المحلات والشركات التجارية وكل البرانتز عم بيوفر ليها بين إيدي فبدل ما أنا أروح على المول أو بدل ما أنا أروح على شارع مكة وأدور على المحلات الموجودة أو أطلع على مول اكس أو واي أنا عم بيجي لي المول هذا اللي عندي فأنا في بيتي عم بطلع على كل الخيارات الآن عندي فريق عمل في مارتكس كبير عم بيعمل جهد أنه يجب لي أحسن سعر في الدنيا إذا شو بدي أحسن من هيك مثلا فأنا عم بطلع عم بدخل على كل المحلات والشركات التجارية عم بشوف أسعار حصرية عم بشوف عروض مستمرة العروض هاي ما بتيجي صدفة العروض هاي عم بتيجي بشغل ليل ونهار من فريق مارتكس إنهم يتواصلوا مع كل الشركات والمحلات التجارية اللي فاتحة فروع في مارتكس واللي هم عددهم بحدود المية وتمانين محلة حد الآن وعن بيجيب لي أحسن أسعار صح إذن ونقطة تانية لو أنا بدي أشتري مثلا خلاط أو كتل مي طيب تخيلوا الرحلة لو أنا بدي أعمالها بالوضع الطبيعي بدي أطلع على مول معين أو بدي أروح على أكتر من محل وأشوف شو الخيارات الموجودة شو الأسعار شو المواصفات وشو الكواليتي تبعتها طيب أنا في مارتكس بدخل بدخل على السيرش بكتب كلمة خلاط أكتب خلاط واتبس انتظر بلي شغراً بيطلع لك كل الابشنز اللي موجودة في كل المحلات بيطلع لك إنه في خلاط نوعه كذا هو محل اكس اللي ببيعو وهي مواصفات وهي سعر وفي خلاط تاني نوعه اكس وهي وهي فعم بيطلع لي كل إشي عندي فصار عندي وهذا الحكي ينطبق على كل الصناعات يعني عنا إحنا جروسري في عنا إلكترونيات كهربائيات في عنا ملابس في قرطاصية في ألعاب أطفال فكل الاندستريز هاي أكتر من 16 اندستري موجودين اليوم في مارتكس أكتر من خمسين ألف منتج ومئة وتمانين محل وشركة تجارية إذن أنا كشخص عم اقتصادياً عم بيضيف لي مارتكس إشي كبير جداً لأنه وفر علي أني أطلع أنا البنزين سيارتي وفر علي المشوار وفر علي أنه عم بيعطيني أحسن سعر موجود بالسوق وفر علي كثير شغلات صح فاليوم هلا اجتماعياً لو واحد بيشتغل هو مرته وعم بيروحوا اتنين الساعة ستة المساء ولا الساعة سبعة المساء هذولتم بيتبضوا على بيتهم ولا بيشرو أغراض لأولادهم ولا بيشرو أغراض لأولادهم ولا بيشرو أغراض لأولادهم ولا بيشرو لعبة لأبنهم واجبات كله بكبسة ذر بنحل أنا وانت في مكتبك الصبح اعمل الأوردر في نفس اليوم على الأغلب إحنا أوردراتنا على الأغلب بوصل بنفس اليوم إحنا بنحكي للناس 24 إلى 48 ساعة ولكن إحنا على الأغلب هذا الحد الأقصى بتعطوهم بنفس اليوم بوصل الأوردر فعملت أوردر الصبح أنا في مكتبي وصلني الأوردر العصر كان موجود عندي فأنا روحت عبيتي الساعة 6 المساء كانت طلبات كلها سواء جروسوري سواء إلكترونيات كهربائيات ملابس ألعاب أطفاء وصلني لبيتك إذا شو بدي أنا أحسن من هيك أخذت أحسن سعر وصلني كل شي لعندي كل المحلات ريحت حالي ريحت حالي وفي قيمة ثانية برضو كتير مهمة هلأ عم تستخدم بإنه الشخص اللي عايش أو واحدة عايش اللي نفرض في دبي وبتحب تشتري منتجات البحر الميت كريمات البحر الميت اليوم صارت تقدر تدخل عمارتكس تدخل عمحل منتجات البحر الميت وتعمل الأوردر البدهية وتدفع بالكريدت كارد وإحنا بنوصلها إياه عنا عقود مع شركات شاحن دولية تأيلي لدبي وبيوصلها نيكست دي اليوم الصبح عملت الأوردر بكرا بيكون عندها بدبي والله يعني مستر صبحي مارتكس هي قصة نجاح وأنا في شغلة لفتتني إنه إذا أنت في عندك أي شكل الحمد لله لأ هلأ ما في ولا أي شكل من أي براند مارتكس هم اللي بتحملوا المسئولية كاملة مستر صبحي بعمل زي يوميات مدير عام كيف كان يتخفى المدير ويدخل على الأقسام المديرية هو أوقات بطلب من عدة شركات عشان يشوف أنه هي مطابقة للمواصفات والمقييد بالعادة مقابلاتنا مع الكلاينت بعد الفقرة بتكون مقابلات تكملية يعني الكلاينت بيقول اللي إحنا قلناه بس بطريقة مختلفة محتوات اليوم كان مختلف وأنا كنت مستمعة بانتباه لأنه اللي حكيته أنا ما حكيته ولا رعب حكيته فأنا متأكدة بعدها بعد هاي الانتروفيو عدد كبير جدا من المستمعين والمشاهدين رح حملوا التطبيق حتى يسهلوا من حياتهم مستر صبحي سلام شكرا إليك ونتمنى لك المزيد من النجاح أنت وكل طاقم العمل أنه اليوم زي ما حكينا أنه موضوع القيمة الحقيقية فأنا بحكي لكل اللي بسمعوني لو شعرت فعلا أنه في قيمة في هذا الشيء اللي أنا حكيته فأنت اليوم بإمكانك تدخل على أب ستور أو جوجل بلاي وتحمل تطبيق مارتكس صح الآن إحنا على أب ستور لو كتب بالإنجليزي على أب ستور أو لو كتب مارتك كلمة مارتكس بالعربي حيطلع له برضو أول خيار فلو اليوم شعرت بالقيمة الحقيقية حمل مارتكس وسجل لما تنزل الأبليكيشن عندك لأنه لما تعمل كرييت أكاونت أنت عم تستفيد من فاوتشرز وقسائق مخاصم رائعة جدا تنزل على الوالت تبعتك داخل فقط على مارتكس نشكرك كتير أستاذ صبحية سلام مدير التنفيذي لمارتكس وصاحب فكرة هالمولئة الإلكتروني تحياتنا لإلك ولكل الموظفين التابعين لمارتكس نتمنى من الناس أنهم اليوم ينزلوا تطبيق مارتكس نورتنا شكرا لوجودك معنا